اعزائي الطلبة والطلبات اهلا في اللقاءنا فيكم معانا في مادة اغياضيات احنا بنضغط في مادة اغياضيات للصف التالت السانوي اللي هو السانوية العامة بالنسبة لنا كده بنقول ان احنا بنعمل جزء من اجزاء السانوية العامة وهو الديناميكا يبقى احنا هنا هنتكلم على في الديناميكا جزء من الاجزاء الموجودة عندنا طيب العنوان بتاع حلقتنا النهاردة هيكون ايه مدام احنا بنطبق ديناميكا هيكون عبارة عن ايه عبارة عن تمارين موجودة عندنا على الحركة موسيقى تعالى معانا في المثال الاول الموجود عندنا بيقول لنا وضع جسم على مستوى خشن يميل على الافقي بزاوية زلها خمسة على اتناشر ثم قزفة بسرعة ما الى اسفل المستوى في اتجاء خط اكبر ميل فسكنة بعد ان قطع واحد وثلاثة من عشرة مترا فما السرعة التي يقذف بها الجسم مع العلم بان معامل الاحتكاك اتنين على ثلاثة واحد يقول احنا هنتكلم في معامل الاحتكاك اه هنتكلم في معامل الاحتكاك هنا لان احنا قلنا المستوى مستوى خشن وانت خدتها في الاستاتيكا قبل كده يبقى ما تنساش من حاجة كلامنا النهاردة على مستوى خشن وليس مستوى املس عشان كده قلنا هناك معامل الاحتكاك اللي هو اتنين على ثلاثة تعال بقى معانا ونشوف احنا حطنا جسم على مستوى مائل بزاوية اسمها هي الكتل بتاعته كانت كافدال حللناها الى كافدال جا هي وكافدال جتا هي ما تنساش ان هو يميل الى الاسفل يعني هينزل تحت والسهم واضح من هنا طم احنا عندنا بنقدر نقول قوة احتكاك اللي هو ميمي ريه اللي احنا قلنا عليه يبقى انا عندي هنا قوة الاحتكاك الموجودة بالنسبة لي طب انت قلتنا ان هنا وانا بشتغل كان عندي زاوية ظلها بخمسة على اتناشر طيب ما تيجي مع بعض نحطها في المسلس بتاعنا المسلس بتاعنا بيوضح لنا من هنا انا عندي خمسة اتناشر تلاتاشر اقدر جيب الجاة اقدر جيب الجتة اقدر جيب الزا من المسلس بتاعنا لو هجيب الجاة يبقى مقابل على وطر يبقى خمسة على طلاتاشر لو هجيب الجسة يبقى مجاور على وطر يبقى اتناشر على طلاتاشر من هنا بقى هقدر جيب معادلات الحرج saute ما تنساش ان الجسم كان يحبط يبقى عندنا كاف ده الجا هي ناقص ميم ريه هيساوي كاف في الجيم دي معادلة الحركة بتاعنا ما تنساش ان عندنا ره رد الفعل رد الفعل ده بيساوي ايه من الشكل اللي عندك هيبقى كاف دال جتاهه يبقى ره هيساوي كاف دال جتاهه طب انت هنا خدتوا ليه عشان هيفدني في معادلة الحركة فيها ميم ره وانا محتاج ره الموجود عندنا يبقى عندنا كاف في تسعة وثمانية من عشرة في خمسة على تلاتاشر نقص اتنين على تلاتة في كاف في تسعة وثمانية من عشرة في اتناشر على تلاتاشر كل ده هيساوي كاف في جيم هاجي من هنا اقولك اقسم على كاف ليه اقسم على كاف الشكل اللي قدامك كل حاجة فيها كاف موجود كاف موجود كاف فانا هقسم على كاف عشان ابصت كلامي اللي عندي يبقى هيصبح ايه تسعة وثمانية من عشرة في خمسة على تلاتاشر ناقص 2 على 3 في 9 و 8 من 10 في 12 على 13 كل ده هيسوي جيم يبقى انا هنا اقدر جيب العجلة من الالة بتاعتنا هتبقى جيم عبارة عن 49 على 65 في 5 ناقص 8 بصته هيبقى معانا ناقص 147 على 65 متر ثانية تربيع يبقى دي العجلة اللي احنا كنا بنتكلم عليها بالنسبة لنا طيب السرعة هنا هتبقى عين تربيع تساوي عين صف تربيع 2 من جيم فيه انا في حالة سكوني يبقى بصفة يساوي عين صف تربيع ناقص 2 في 147 على 65 دي اللي هي العجلة بتاعتنا في 1 و 3 من 10 اللي هو عطان يبقى عين صفة هتساوي 7 جزر 3 على 5 متر فيه كل ثانية الموجود عندنا بيقول لنا ايه واذا قزف الجسم الى اعلى في اتجاه خط اكبر ميل بنفس السرعة الاولى فما المسافة التي يختحها حتى يسكن هو نفس الرسم الموجود عندنا بس خلي بالك من حاجة مهمة بقى ايه هي هناك كنا نزلين فكانت ميم ريه موجودة فوق دلوقتي انا طالع فوق يبقى ميم ريه بقت لتحت يبقى نفس الشكل اللي كان معانا بس تغير الاوضاع بتاعته ان ميم ريه هيبقى لتحت ليه انت طالع فوق يبقى ميم ريه عكس الحركة بتاعتك يبقى القصف الاعلى هيبقى ريه هيساوي كاف دال جتاه يبقى عندنا ناقص ميم ريه وناقص كاف دال جه هتساوي كاف جيم طب سؤال بقى مهم انت ليه حططلو ثوالب اصادك في الشكل كده انا عندي ناقص ميم ريه وعندي ناقص كاف دال جه لاننا طالع لاعلى انما دول موجودين في اتجاه مضادلية عشان كده خدتها اشهارة سالبة انا هطلع لفوق ده بعتبرو الاتجاه الموجب عشان كده حطيت المعادلات باشهارات سالبة يبقى عندنا ناقص اتنين على تلاتة في كاف في تسعة وثمانية من عشرة في اتناشر على تلتاشر ناقص كاف في تسعة وثمانية من عشرة في خمسة على تلتاشر كل ده هيساوي كاف في جيم انت مش ملاحظ ان عندك كاف كتيرة برضو اه يبقى نعمل ايه هنقسم على كاف للتبسيط بصة الكلام ده هتلاقي جيم تطلع معاك ناقص تسعة وثمانية من عشرة متر سانية تربيع عندنا عين تربيع بيساوي عين سفر تربيع اتنين جيم من فيه انا وصلت للسكون يبقى معانا سفر هتساوي واحد واربعة من عشرة جزر تلاتة الكل تربيع لان دي جيبناها قبل كده ناقص اتنين في تسعة وثمانية من عشرة في فيه يبقى معانا كده فيه بتاعتنا هتبقى اربعتاشر فاربعتاشر في تلاتة في عشرة على مية في اتنين في تمانية وتسسعين هتبقى الاجابة النهائية تلاتة من عشرة متر دي المسافة اللي احنا كنا بنتكلم عليها ناخد مثال اخر من الامثلة اللي عندنا بيقولنا وضع جسمك تلاتة وتلتمية وستين جرام على مستوى افق خشن معامل الاحتكاك بينه وبين الجسم جزر تلاتة على تلاتة يبقى انا هنا عشان خشن في معامل احتكاك اثرت على الجسم قوة مقدارها ربا مية وعشرين سوك لجرام في اتجاه يميل بزاوية تلاتين درجة على الافقي فتحرك بعجلة منتظمة اوجد سرعة الجسم بعد مضي تسع ثواني من بدء الحركة يبقى انت عاوز سرعة جسم بس ايه الكلام ده امتى بعد مضي تسع ثواني من بدء الحركة تعالى ناخد البيانات اللي عندي ونحلها بضوء بص كده معانا الجسم الموجود عندنا كان عندنا قوة تميل بزاوية تلاتين عملنا لها تحليل بقى عندنا قاف جاة تلاتين وعندنا قاف جاة تلاتين عندي وزن الجسم كاف دال وعندي رد الفعل فوق ره ما تنساش حاجة انا السهم ده اللي فوق بيتديني اتجاه الحركة عشان كده بقى عندي ميم ره في اتجاه مضاد بص السهم اللي فوق رايح نحيد اليمين هتلاقي ميم ره راحت نحيد الشمال تعالى بقى نحل يبقى عندنا ره زاوية قاف جاة تلاتين ده طلع لفوق مين الاسفل عندي كبدال يبقى ره زاوية قاف جاة تلاتين هيساوي كبدال يبقى ره زاوية ربعمية وعشرين في نص هتساوي تلتمية وستين يبقى ره من هنا بقت عندنا مية وخمسين سوكل جرام كده انا جبت رد الفعل الموجود عندنا نجيب بقى معاللات الحركة بتاعتنا هيبقى عندنا قاف جاة تلاتين ناقص ميم ره هتساوي كاف في جيم وده في الافق اللي احنا بنقول عليه يبقى ربعمية وعشرين في تسعمية وتمانين في جزر تلاتة على اتنين ناقص جزر تلاتة على تلاتة ده هو الاحتكاك اللي كان عطهوني في مية وخمسين في تسعمية وتمانين ده كله هيساوي تلتمية وستين يبقى العجلة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها تلات تلاف تسعمية وعشرين على تسعة في جزر تلاتة سنتيمتر في كل سنة السرعة بقى عندنا عين بتساوي عن سفر زائد جيم في نون يبقى عين بتاعتنا سفر زائد تلاتة تلاتة على تسعة جزر تلاتة في تسعة التسعة دي اللي هو قلنا عليها في نهاية المسألة الموجودة يبقى لان هنا تلات تلاتة تسعمية وعشرين جزر تلاتة سنتيمتر في كل سنة بيقول لنا بقى ايه واذا ابطل تأثير القوة عند اذن اوجد الزمن الذي يأخذه الجسم بعد ذلك حتى يسكن خلي بالك ابطل تأثير القوة يبقى القوة تلاغت خالص مش موجودة عندنا هنا عاوزين بقى الزمن اللي يأخذه الجسم بعد ذلك حتى يسكن اهو قلناها بقى هنا عندما تكون قاف تسوي سفر الكلام ده اللي احنا قلنا عليه مفيش قوة خلاص يبقى قاف تسوي سفر طب رد الفعل ريه قلنا بيسوي كاف دال يبقى معادلات الحركة بتاعتنا هتبقى ناقص ميم ريه هتسوي كاف في عجلة جديدة واحنا قلنا ناقص ليه لانه في اتجاه مضاد يبقى عندنا ناقص جزر 3 على 3 في كاف في 980 هتسوي كاف في جيم شرطة هاتلنا بقى من هنا جيم شرطة هجبها ليه لان عندي كاف يمين وعندي كاف شمال هاخدهم مع بعض يبقى العجلة جيم شرطة هتسوي ناقص 180 على 3 في جزر 3 السرعة بتاعتنا بقى عين بتسوي عين سفر زي الجيم في نون احنا هقولنا حالة سكون ومدام حالة سكون يبقى عين بقت بصف 3920 جزر 3 ناقص 980 جزر 3 على 3 ده العجلة في العجلة مضروبة في نون وعشان كده عندي الزمن بتاعنا انا بقى عاوز نون يبقى نون من الالة اعملها هتطلع نون ب12 سنية يبقى انا جبت الزمن اللي هو كان طلبه مني في المسألة الموجودة عندنا طيب نشوف مثال تركة جسم ينزلق من قمة مستوى مائل ينتهي بمستوى افقي معامل الاحتكار بين الجسم وكل من المستويين تلت فاذا كان طول المستوى المائل 150 سنتي وزاوية ميله على المستوى الافقي زاهي باربعة على ثلاثة اوجد المسافة التي يقطح الجسم على المستوى الافقي عندما تصبح سرعته 140 سنتيمتر في كل سنية علما بانه سرعة الجسم لا تتغير بانتقاله من المستوى المائل الى المستوى الافقي خلي بالك دي حتة مهمة اوي انا كنت على مستوى مائل وانهنزل على مستوى الافقي السرعة اللي انا كنت ماشي بيها انتقالي من المائل الى الافقي هنا قال لنا ايه سرعة الجسم لا تتغير يبقى نفس السرعة اللي كنت فيها على المائل هتكون هي نفس موجودة على الافقي بص بقى معانا للشكل بتاعنا انا عندي مائل وعندي افقي الجسم الموجود اسمه كافدال حلنا الى مركبتين كافدال جاهي وكافدال جاهدال عندي رد فعلي موجود انا كلك بتكلم عليه المستوى المائل عندنا احتكاك ميم ره موجود ده الكلام ده على المستوى المائل انا انتقلت على المستوى الافقي اما انتقلت على المستوى الافقي ما عنديش زاوية مائل عليها زاوية هي اصبح عندي الوزن موجود كفدال عندي رد الفعل عندي قوة الاحتكاك بس خلي بالك من حاجة رد الفعل ده مش هو رد الفعل السابق بتاع المستوى المائل ده رد فعل للمستوى الافقي تعال بقى الزاوية اللي انت كنت عطهالنا رسمناها عندي في المسلسة اربعة خمسة تلاتة اقدر جيب جا وجتة واللي انا عاوزه ميه جاهه هيديني باربعة على خمسة وجتة هيه بيصيني تلاتة على خمسة نيجي بقى ندرس معادلة الحركة على المستوى المائل خلي بالك انا مستوى مائل وعندي مستوى افقي انا هبدأ بالمستوى المائل حطيلي بقى المعادلات هيبقى عندنا كاف دال جاهه ناقص ميم ره هيساوي كاف في جيم ره بتاعنا كان بيساوي كاف دال جتة هيه طيب ما انت عندك هنا هيطلع معايا بتلاتة على خمسة كاف دال لان جتة هيه كانت موجودة بتلاتة على خمسة يبقى كاف في تسعمية وتمانين في اربعة على خمسة ناقص تلت في تلاتة على خمسة كاف في تسعمية وتمانين هيساوي كاف في جيم انت عندك كاف موجودة اه عندي كاف موجودة قلنا دايما اقسم على كاف عشان تبسط الكلام بتاعنا اصبح عندنا تسعمية وتمانين في اربعة على خمسة ناقص خمس هيساوي جيم يبقى من هنا جيم بقت خمسمية وتمانية وتمانين سنتيمتر سانية تربيع السرعة بقى اللي احنا بنكلم عليها دائما يبقى عين تربيع بيساوي عن سف تربيع زائد اتنين جيم فيها يبقى عين تربيع الساوي انا بدأت من سكون يبقى بسف زائد اتنين في العجلة خمسمية وتمانية وتمانين في مية وخمسين المسافة بقت عين معانا ربعمائة وعشرين سنتيمتر كل سانية معادلة الحركة بقى اللي اتكلم عليها بتاع المستوى الافقي احنا كلمنا عن مستوى المائل دلوقت بقى نتكلم على المستوى الافقي هيبقى ناقص ميم ره شرطة وانحنا قلنا حطينا ره شرطة عشان ده الافقي الاولاني كان مائل هيساوي كاف في جيم شرطة عجلة جديدة يبقى ناقص تلت في كاف في تسعمائة وتمانين هتساوي كاف في العجلة الجديدة جيم شرطة يبقى من هنا العجلة الجديدة هتطلع معانا تسعمائة وتمانين على تلاتة سنتيمتر سانية تربيع يبقى عندنا الصغعين تربيع هتساوي عن صفل تربيع زي الاتنين جيم شارطة في في انا بتكلم على المستوى الافقي هيبقى عندنا مئة واربعين كل تربيع هتساوي ربعمائة وعشرين كل تربيع ناقص اتنين في تسعمائة وتمانين على تلاتة في في طلعت فيه معانا مئتين واربعين ودي المسافة اللي هو كان طالبها مننا في المسألة الموجودة عندنا طيب هناخد مثال اخر من الموجودين عندنا بيقول لنا جسم كتلته ستين جرام مرضوع على مستوى افقي خشن ومربوط بخيط يمر على بكرى ملساء عند حفة المستوى ومعلق بالطرف الاخر جسم كتلته تمانية وتلاتين جرام فاذا تحركت المجموعة من السكون وقاطعت مسافة سبعين سنتيمتر في سنية واحدة اوجد معامل الاحتكاك يبقى انت هتطلب مننا معامل الاحتكاك بتاعنا طيب الكلام ده كله انا هاخده فيه شكله وحط عليه البيانات الموجودة معانا الشكل الواضح معانا هنا ان الكتلة ستين معلق في نهاية البكر تمانية وتلاتين ما ننساش ان فيه خشن فهيبقى عندي ميم ريه اللي هو الاحتكاك هنا ده قلنا دائما الجسم المعلق هو الذي يبدأ الحرك يبقى السهم تحرك كده ده المجموز الموجود عندنا تعالى معانا هنلاقي ايه احنا عندنا عن سفر بسفر لان احنا كنا في سكون بس اخدنا فترة زمنية نون بواحد ثانية المسافة كانت سبعين سنتي هنا فيه هيساوي عن سفر نون زائد نص جيم نون تربيع تعالى نعوض به يبقى سبعين هتساوي سفر زائد نص في جيم في واحد من هنا اجيب العجلة بتاعتي طلعت العجلة بتاعتنا اللي هيمشي بيها مية واربعين سنتيمتر سانية تربيع طب انت كده جبتنا العجلة الموجودة هيبقى عندنا رد الفعل معانا ري هيساوي ستين ده من الرسمة اللي قدامي هتلينا بقى معادلات الحركة اللي احنا عايزين نتكلم عليها هيبقى عندي تمانية وتلاتين ده ناقص شين هيساوي تمانية وتلاتين من جيم دي اول علاقة هيبقى عندنا شين ناقص ميم ري هتساوي ستين جيم ونحط علاقة تانية هنجمع واحد واثنين مع بعض بقى عندنا تمانية وتلاتين دان ناقص ميم ري هيساوي تمانية وتسعين من جيم يبقى تمانية وتلاتين في تسعمائية وتمانين ناقص ميم في ري بتاعنا كانت بستين فدال بتسعمائة وتمانين هيزاوي تمانية وتسعين العجلة كانت مية واربعين ومن هنا هنقسم على تسعمائة وتمانين برضو للتبسيد يبقى عندنا تمانية وتلاتين نقص ستين ميم هيساوي اربعة عشر يبقى اذا ستين ميم هتساوي 24 يبقى اذا ميم هتساوي 24 على 60 يبقى اصبح اثنين على خمسة ما تنساش ان هو ده المطلوب اللي هو طلبه مني معامل الاحتكاك بيقول لنا بقى ايه واذا خطع الخيط عند اذن اوجد المسافة التي تتحركها الكتلة ستين بعد ذلك على المستوى تعالى بقى معانا نشوف اطعنا الخيط يبقى اصبح ما عندناش جسم معلق معانا بس الاحتكاك ميمري وعندنا جسم ابو ستين اللي ما زال موجود مكانه تعالى بقى من هنا هنجيب السرعة على لحظة قطع الخيط يبقى عين بيساوي عن صفر زائد جيم في نون يبقى عين هيساوي مية واربعين في واحد يعني مية واربعين سنتيمتر طب ام تحط الكلام ده ان انا لو بصعد لقاعدة يبقى لابد ان يكون هو في اتجاه مضادلية باشارة سالبة عشان كده باخد ميمريه باشارة سالبة معانا مفيش حاجة اسمها اقدر احل مسألة من غير مرسمها انا برسمها عشان اعرف الاتجاهات اللي انا موجودة في المسألة مين اللي هيبدأ الحركة في البداية نعمل مقارنة ما بين الاجسام الموجودة في المسألة بتاعتنا فيه الكبير اللي فيهم هو اللي بيبدأ الحركة معانا يبقى عشان كده بنقول مفيش مسائل الموجودة تحل بدون الرسم الرسم هو اللي يأكدها الاجسام الموجودة او الكتل الموجودة معانا هي اللي هتحدد مين اللي هيبدأ الحركة ويجذب وراه الاجسام الاخرى يبقى تخلي بالك من حتة دي قوي ونخلي بالنا ان فيه اشارات سالبة موجودة معانا حتى لو كتبنا القانون باشارة موجبة لو العجلة بسالب يبقى حط مكان العجلة اشارة سالبة بكده بنوصل نهاية حالة علاقتنا نشكركم والى لقاء في حلقة قادمة اشتركوا في القناة